صباح ثلاثاء في العاشر من نيسان على أبعد تقدير تنتهي المهلة التي حددها المبعوث الدولي كوفي أنان لانسحاب الجيش السوري من المدن تمهيداً لوقف إطلاق النار بشكل تام بعد 48 ساعة وعشية انتهاء هذه المهلة يبدو الوضع على حاله خصوصاً بعد اشتراط دمشق ضمانات مكتوبة من المعارضة ودول عربية إسلامية لوقف العنف في وقت أعلنت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر التزامها التام بمبادرة أنان في هذا الوقت كثفت القوات السورية عملياتها العسكرية فتواصلت الاجتباكات في عدد من المناطق حاصدة عدداً من القتلى والجرحة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وبثت مواقع المعارضة مشاهد لعملية قصف ومداهمات لسيما في ريف حلب وحمى ودمشق وقبل زيارة خاطفة لأنان إلى جنوب تركيا حيث يتفقد مخيمين للاجئين في هتاي تعرض مخيم كيلس للاجئين السوريين قرب الحدود لإطلاق نار قتل فيه سوريان وأصيب ما لا يقل عن 15 بحسب وكالة أنباء الأناضول الأمر الذي أثار غضب أنقرة فاستدعت القائمة بالأعمال السوري تزامن ذلك مع إعلان نائب وزير الخارجية التركية أن مهلة العشر من نيسان لانسحاب القوات السورية بلا جدوى فيما دعت الصين النظام السوري والمعارضة إلى الوفاء بالتزامهما وقف إطلاق النار وسحب القوات العسكرية في وقت اعتبر مجلس الغزراء السعودي برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن عدم الالتزام بخطة أنان التي تنتهي مهلتها يوم العشر من نيسان يظهر مدى تعنت النظام السوري وعدم احترامه لالتزاماته العربية والدولية التي سبق أن وعدا بها ترجمة نانسي قنقر